السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد ومعنا النهاردة ازاي تقدر تأمن حسابك على الفيسبوك بطريقة مية في المية ومعنا برضو ازاي لو حسابك اتسرق تقدر ترجعه بسهولة حتى لو مش معك الايميل ولا رقم هاتف او اي معلومات عن الحساب يلا بينا على طول نبدأ الشرح وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا الزراج الجرس يلا بينا اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية وازاي نأمن حسابنا على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة بازن الله مبدئيا قبل ما نبدأ الشرح بتاعنا النهاردة لازم نكون ضيفين على حسابنا بريد الكتروني ورقم هاتف وطبعا كلنا عارفين ازاي نقدر نضيف ايميل او رقم هاتف طبعا هنضيف رقم هاتف وبريد الكتروني على حسابنا الشخصي على الفيسبوك بعد ما نضيف الحساب البريد الكتروني ورقم الهاتف هنيجي هنا على الثلاث شرحات اللي فوق على الشمال هنضغط عليهم هتظهر لنا القائمة دي هنطلع لفوق وحندخل على الاعدادات والخصوصي هيطلع لنا قائمة تانية هنختار منها الاعدادات ومن قائمة الاعدادات هنختار الامان وتسجيل الدخول دي المنطقة اللي هنشتغل فيها النهاردة ومن خلالها هنقدر نأمن حسابنا بدرجة 100% بإذن الله تعالوا نمسكهم مع بعض واحدة واحدة من الاول اول حاجة انك تختار شخص من الاصدقاء اللي عندك على الفيسب انت وصك فيه وتقدر من خلاله انك ترجع حسابك في حالة ان حسابك اتقفل او اتسرق او اي مشكلة فيه بتقدر تدخل على القائمة اللي هي مكتوب فيها موصة به بتدخل عليه والقائمة دي بتختار فيها شخص واحد فقط تقدر من خلاله انك تأمن حسابك او ترجعه عن طريقه بندخل على القائمة بالشكل ده وهنا بنقدر نختار الصديق اللي محتاجينه يكون جهة اتصال موصوقة وده طبعا هنحتاجه في حالة ان حصل تهكير على حسابك او حد دخل على حسابك فتقدر من خلال الطريقة دي انك ترجع حسابك بطريقة بسيطة جدا وهي انك ان الكود بيبعد للشخص ده والشخص ده طبعا بيبعده لك وانت بتسجل دخول فلازم نختار بعناية جدا الشخص اللي بنختاره هنا وطبعا لو مش موجود عندي هنا بضغط على كلمة تعديل وبضيف الشخص اللي انا حابب ان انا اضيفه في الميزة دي تاني حاجة معنا النهاردة تغيير كلمة السر ولازم تكون كلمة السر بتحتوي على حروف كابتل وحروف سمول وارقام لازم تكون كلمة سر قوية بعيدة عن التخمين وتسجيل الدخول في حسابك تالت حاجة معنا النهاردة وهي حاجة مهمة جدا جدا هي استخدام المصادقة الصناية والمصادقة الصناية دي عبارة عن انك بتضيف رقم هاتف الخاص بك وكل مرة بتسجل دخول فيها على حسابك بيبعت لك رمز او كود على التلفون بتاعك ومن خلال الرمز ده بتعمله تسجيل دخول يعني بتدخل الرمز وبتدخل الرقم السرجي الاتنين ففي الطريقة دي ما فيش حد يقدر يدخل على حسابك غير لما يكون معاه بدل الرقم السري لا يكون معاه الكود كمان والطريقة اضافتها سهلة جدا انت اول ما بتدخل هنا بيطلب منك رقم هاتف فبتدخل الرقم الهاتف الشخصي بتاعك وبتضغط تم وخلاص على كده اي عملية تسجيل دخول بعد كده بتتم عن ارسال كود او رمز تحقيق بيجي لك على الموبايل بتاعك وطبعا بتدخل لك الكود على الهاتف بتسجيله وبتكتب الرقم السر بتاعك وبتسجل دخول فاصبحت العملية صعبة بنسبة كبيرة جدا على اي حد حابب انه يختارك حسابك او يعمل اي حاجة في الحساب بتاعك معنا تاني هنا اختيار اه الى خمس اصدقاء لتتصل بهم اذا تم كفل حسابك حسابك حصل له مشكلة حصل تهكير اي حاجة اه بتفيدك الميزة دي جدا لو حسابك تسرق اي حاجة حصلت في الحساب نسيت البريد الالكتروني نسيت الرقم الهاتف نسيت اي حاجة في الحساب بتاعك مش فاكر اي حاجة خالص فيه بتقدر هنا تدخل وتضيف من تلاتة الخمس اصدقاء يبعت لهم اكواد ومن خلال الاكواد دي تقدر ترجع حسابك تاني حتى لو تقفل حتى لو تاخد اي حاجة تقدر ترجع حسابك بسهولة عن طريق الميزة دي عندنا كمان تسجيل الدخول المصرح بها ودي الاجهزة اللي انت عايز تدخلها او لا يعني يعني انا مسلا نوع موبايلي مسلا اي نوع وانا عارفه اقدر اخلي ان الجهاز ده هو اللي يدخل بس واي جهاز تاني ما يدخلش على حسابي على الفيسبوك يعني اقدر احدد الجهاز اللي يدخل عليه حسابي فقط فدي ميزة جميلة جدا لكن طبعا هتعقدنا شوية لان ممكن ادخل من الموبايل ادخل من الكمبيوتر فنصحتي بلاش تدخلوا على الخيار ده لكن لو انت بتدخل من الموبايل بس تقدر تدخل وتعملها لكن الاشخاص اللي بدخلوا من كذا حاجة سواء من الكمبيوتر او من الموبايل فنصيحة مني بلاش لانهم هتزولهم شوية فبكده يكون عندنا طريقة واخر حاجة معنا النهاردة هي التصفح الامن والتصفح الامن ده لو حضرتك عايز داخل في حاجات او جربات وعايز انك تدخل التصفح الامن بدون ان اي حد يكون بيرسط حركاتك او يكون عايز يحصل على رقم السر بتاعك فانت بتدخل على القائمة دي ومن خلال القائمة دي بتضغط على التصفح الامن هنا بيحاولك لموقع الويب ولكن بحماية شخصية من الفيس يعني مفيش اي ارسال معلومات او اي برامج هكر تقدر تأثر فيك وانت شغال على التصفح الامن بكده يكون قدرنا اننا نقول او نجاوب على اسئلة كتير جدا اه ممكن تفيدنا كلنا ويريد ما ننساش ان ممكن يكون المعلومات مش هيفها من وجهة نظرك انها ضعيفة او حاجات بسيطة امرها سهل لكن لو حصل اي مشكلة على حسابك الحاجات دي هتفيدك جدا 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 ويرب يكون نهاردة شرحنا عجبكم ويرب يكون استفدتم من شرحنا النهاردة واسف لو طولت عليكم ولو في اي جزئية مش واضحة تقدروا تسيبولنا في التعليقات تحت وانا هرد عليكم كلكم وبكده يكون شرحنا انتهى النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة